مرحبا برج العذراء اهلا فيكم في قراءتكم برج العذراء طاقتك جدا جميلة لك عندنا هني في الناحية العملية شوف انطالع اما طاقة الماضي او طاقة الحاضر انه راح يكون في حسد راح يكون في حقد مو سحر كثر ما هو حسد حسد يدفع اشخاص انه يؤذونك في الناحية العملية من ناحية اموالك وظيفتك طموحك حتى في الجامعة في المدرسة هني في اشخاص يريدون ان يؤذونك الرغبة الوحيدة اللي عندهم ان يأخذون الشي اللي بيدك انت يمكن يضايقونك في العمل هني يضايقونك في العمل عشان يدفعونك ان انت تستقيل ويعطون الوظيفة الى شخص مقرب منهم لانهني عندنا مجموعة عندنا عقلية الجانج او عقلية الحزب متحزبين عندنا هني ولكن ما عليك لان الله سبحانه وتعالى قاعدة اتشوف انه رح يعوضك بشي اطول بكثير ما برا ما رح تخسر عندنا اني لحظة البرج هي لحظة اللي رح تخسر تفقد فقط شذي مفاجئ او تضطر تنسحب انسحاب مفاجئ من شي كان نوعا ما البيت البرج هو نوعا ما مسكن نوعا ما استقرار نوعا ما يمكن حتى شي ملكك من حقك ما رح تخسر انه اصلا اصلا اردي انت مكتوب لك نصيب ورزق افضل في مكان اخر كل هاي الكروت الايجابية هنا بتبين لي ان من الذكاء ومن الحكمة انه قبل ما تخسر هذا البيت قبل ما تخسر هذه الاموال او هذه الفرصة قبل ما يضغطون عليك هذين الأشخاص النصيحة أنت بتدي تنظر إلى خياراتك لأن هذا الكرت دائما رقم الثلاثة يتكلم عن الخيارات عندك راح تكون خيارات أفضل ولكن مع شركات أخرى مع زبائن مختلفين مع طريقة عمل جدا مختلفة لكن أنت محتاج تنظر إلى الجانب الآخر ثلاثة مقابلها ثلاثة معناته راح يأخذون منك شيء يغلقون عليك باب ولكن في المقابل راح ينفتح لك باب وباب إيجابي وباب الزين في هذا الباب الفرصة القادمة في طريقك العمل أشوفه رزق جدا جدا في خير ورزق جدا حلال الإيجابي في هذا الشيء الفرصة القادمة إنه ما فيها أشخاص بهذه العقلية بهاي النوعية ما فيها أشخاص مؤبين وما فيها أيضا المحسوبيات الواسطات الأحزاب إنه في أحد يقدر يضايق أحد أبدا لأن هذا المكان اللي راح تروحه مكان جدا بعيد بعد أشوف هنا أيضا طاقة احتمال إنك تحصل على عمل في دولة أخرى عقد أفضل أو تستطيع أنك في الفترة القادمة تهاجر تذهب إلى شركة أخرى شركة أجنبية عقود العمل فيها أفضل ظروف العمل فيها جدا أفضل محتاج تاخذ هاي النقلة فيها انتقال على أقصد وعلى أدنى تقدير هذه الفرصة راح تطلب منك إن أن تنتقل إلى مدينة أخرى إذا ما كان إلى دولة أخرى ولكن ديفنتلي بتأكيد إن أنت مقبل على تغيير كبير نقلة في وظيفتك في جامعتك في مكان التدريب في مكان الوظيفة في نقلة في انتقال ظاهرة يمكن أن أنت مستأمنة عندك خوف من الانتقال عندك خوف من الشيء الغير معروف إذا انهدم البرج انهدم عندنا هذا المسكن البيت الاستقرار الأساس وين راح نروح الله سبحانه وتعالى راح يفتح لك باب ثاني القبول فيه جدا سريع إذا محتاج على الأقل أن تقدم تقدم طلبك ترفع طلبك إلى أحد لأن من يشوفون طلبك هذين الأشخاص أحسهم راح يكونوا جدا مبهورين بإبداعة بلد العذراء بقدراتك نزين وأيضا بخبرتك في العمل خبرتك في العمل راح جدا تشجعهم أن يوافقون عليك بشكل جدا سريع ويعطونك عرض أفضل بكثير حتى من ناحية الإمكانات المادية عرض أفضل بكثير من عرضك القديم نعم في أشخاص راح يأذونك ولكن مقابل هاي الأذية سبحان الله راح يفتح لك باب أكبر وأفضل من الباب اللي انت فيه حاليا هذا من ناحية العملية خلنا نشوف جانب الحب في القراءة العاطفية يا برج العذراء شريككم راح يمر بفترة خسارة وخسارة كبيرة في حياته احتمال أنه يخسر شخص جدا عزيز عليه أو يخسر مثلا وظيفته يخسر زواج حتى فيه شي عندكم في حياة شريككم راح ينتهي غصبا عنه ممكن وفاة أحد الوالدين ما أعلم بالضبط ممكن راح يضطر مثلا أنه يرجع للعمل كان يعمل في مكان بعيد عنك لأنه هنا فيه شي خاص للبسافة كانت بعيدة بينكم ولكن بسبب الخسارة اللي راح يمر فيها راح يضطر أنه يرجع ويعمل في مكان قريب منك هذا الرجوع راح يسبب أن علاقتكم جدا تتوتد عندنا هنا تتوتد بمعناته أنه تصير جدا قريبين من بعض عندنا الكوبين شخص جدا هذا الشريك كان جدا بعيد عنك ولاهي عنك قلبه معاك ولكن عقله فيه مكان ثاني يعني أحس دائما كان شريككم عقله إما في الاستمتاع أو عقله في نفسه دائما يفكر في نفسه وما يهمه ما يهمه ظروفك أنت المادية ما يهمه أنت شنو محتاج بالفترة القادمة راح تشوف تغيير جدا إيجابي فيه هو بسبب كأنما الله راح يضربه بشي الله راح حط الظروف معينة يخلي يتذكرك أنت وخلي علاقتكم تقرب أكثر من السابق انسحاب أشياء أشخاص احتمال حتى الأشخاص اللي سبب في ابتعادكم عن بعض سبب في أنه يكون هو بعيد عنك ومتخوف منك في السابق هذين لسبب ما راح يبتعدون يمكن يتوفون يمكن يصير في بينهم وبين الشريك ابتعاد فهنا يصير في مساحة مساحة تستطيع أنت والشريك تستغلونها وأشوفها هو نعم فعلا راح يستغلها لأنه بشكل مفاجئ كان مبتعد وصير قريب مرة واحدة بشكل مفاجئ تشوفه مثلا على غير عادة يتصل فيك كل يوم في السابق كان مثلا يتصل في الشهر مرة كل بين كم يوم مرة عندنا شخص يصير يتصل فيك على طول يسأل عنك على طول نعم راح يخسر ولكن خسارته راح يتقربكم من بعض في الفترة القادمة خلنا نشوف حين طاقة المنفصلين وشنو الأبراج اللي على الأغلب راح يصير في بينكم وبينهم رجوع يا برج العذراء خلنا نشوف هنا الأبراج الهوائية لا على الأغلب لا معدل جوزة الأبراج المائية نعم عكس البرج اللي سويته قبلكم شوفوا برج العذراء حطوا بالكم على نقطة البرج اللي سبقكم وهو برج الأسد كانت طاقة خلال شهر فبراير أبدا ما تمشي مع طاقة الأبراج المائية اللي هي حوت وعقرب وسرطان انتو العكس انتو اللي راح احتمال أكثر لما يكون شريككم من برج مائي سرطان حوت عقرب انه راح يكون جدا جاد جدا مستعد للرجوع جدا مستعد انه يقدم لك حتى تنازلات عشان انت تقبل فيه في الرجوع لحد الآن يسأل عنك يسأل اذا انت ارتبط ولا لا اتوقع ما دري اللي قابلكم كان برج الأسد او برج السرطان بس الأبراج اللي سبقتكم كانت معاها الأبراج المائية ما تمشي طاقة الماء خلال شهر فبراير حلنا نشوف ايضا هذا ايضا كارت برج العقرب العقرب شوفوا خلال اغلب قراءات شهر فبراير برج العقرب راح يكون جدا جاد وراغب في الرجوع احتمال انه اوضاع المعيشية تحسنت فصار يستطيع فصار يستطيع ننزل وايضا فيه خسارة فيه شي راح يقل عند الشريك شوفوا حتى لو في القراءة العاطفية العامة فيه شي راح يفقد الشريك في الفترة القادمة لسبب من الاسباب مو من نفسه ولكن راح يفقد شي ويؤدي به المطاف الى انه يتقرب منكم زيادة يصير منتبه لكم زيادة هذا الكارت تشجعكم انه تطلبون منه اذا تحتاجون منه شي معين في بالكم شي معين مثل الزواج الارتباط العفش المهر هذا الكارت تشجعكم انه انتوا تتحدثون في الفترة القادمة مع الشريك في المواضيع الصعبة اللي فيها الاشياء المادية اللي فيها الاشياء الجادة بخصوص الزواج مثلا منزين؟ الشي بخصوص مثلا حتى يحولك جزء من املاكة او يكتب شي من العقارات باسمك هاد الطاقة شجعك على هالشي عندنا هني ميزان ودلو الميزان والدلو والثغر راح يكونون على الاغلب يحاولون الرجوع لكم ومستعدين هذا السيف الاول يقول لكم لو ما يحاولون ولكن على الاقل مستعدين للرجوع في الفترة القادمة عندنا شخص ادينا اشخاص هنا في الفترة السابقة جهزوا امورهم جهزوا امورهم امورهم صار فيها تطور وتحسن وحصلوا ايضا على حرية اكبر فاحتمال اكثر ان يصير فيه رجوع في الفترة القادمة نشوف الحين النصيحة لكم يا برج العذراء نشوف مع بعض النصيحة لشهر اتراير تنكر اي عروض تأتي في طريقك في الفترة القادمة سواء عروض عمل سواء عروض زواج او حتى عروض رجوع وحب محتاج ان تتأنى فيها لا يحس الشخص المقابل لك ان انت ميت عليه او ان انت تنتظر الفرصة بفارغ الصبر هذا الكرت يطلب منك التأني وبرج العقرب لا تنسى من طبيعتها لا يحب الاشياء المتوفرة يحب الاشياء الحصرية وهذا هو طاقة قلت لكم اغلب الاحتمال هو البرج اللي راح يكون يريد الرجوع خلال شهر فبراير باي ذا بوك باي ذا بوك هو نفس الطاقة اللي خبرتكم عنها هنا عندكم شخص اثناء فترة انفصالكم ظروفة حسنت وصار يملك اشياء اكثر وصار يملك حرية اكثر فاذا راح ترجعون تأنوا بالاضافة الى التأني هذا الكرت يطلب منكم ان تكتبون شيء لما اشوف السيف الاول مع باي ذا بوك اهني يقول لي ان لازم تكتبون اشياء تكتبون شروط تكتبون ضمانات تأخذون ضمانات حتى لو كان عمل عمل جديد وعمل ظروفة جدا ممتازة دققوا دققوا في العقد دققوا في الشروط دققوا في الضمانات اللي يعطيكم اياها العقد و اي شي غير موافقين عنا تناقشوا فيه تكلموا فيه افتحوا الموضوع نشوف النصيحة الاخيرة هني احس برج العدراء راح تسألوني من هم هؤلاء الاشخاص اللي يحاولون اذيتنا او اخذ مكاننا او اخذ بزق العيش مالنا اشخاص ليسوا غرباء عنكم احتمال منافسين لكم ولكن ايضا فيه تحذير حين اتاني يا برج العدراء لانا سمعتكم وانتو تقولون لي من هم الاشخاص هني فيه تحذير لا تستثمرون الكثير من الوقت والطاقة ان تضعوا رأسكم برأس اولاء الاشخاص اللي يحاولون يأذونكم بسرعة هذا الكارت تطلبونكم بسرعة انت نضون قدما بسرعة تجدون لنفسكم عرض اخر مكان اخر طريقة اخرى لتحصلون على امواله او زبائن عشان هنا ان تضع رأسك برأس الاعداء ليست من مصلحتك في الفترة القادمة لدينا هني كارت امثل نوعا ماء الزيف الزيف اللي صاير حولك يا برج العدراء في الكثير من الاشخاص للامانة اشوف هاي الطاقة تمشي اكثر مع الحياة العاطفية الكثير من الاشخاص اللي يدعون ان هما يدعون لك بالخفاء ان هما يتمنون او هما مثلا فاعلين خير وساطة خير بينك وبين الشريك عشان يحاولون ان يرجعونكم الى بعض يدعون ان هما يتكلمون مع الشريك عشان يحاولون ان يرجعون بينكم العلاقة احس ان اغلبهم في الفترة القادمة رح تكتشف انت زيفهم كذبهم خداعهم لان هني اللي قاعدة اتشوفه لا تنسى ان رجوع الشريك قاعدة تأتي معاه طاقة انه هو خسر وخسر كثيرا خسر اموال خسر سنين من عمره خسر احد الوالدين خسر سمعته صارت عنده خسارة لذلك رجع مو بسبب دعائهم ففي شيء هني كذب قاعدة تصير فيه ادعاء ضاطل في الفترة القادمة وانت محتاج تكتشفه لان هاي اللي قليتر ليس ذهب مجرد لمعة مجرد بريق على الفاضي ليس حقيقة فكأنما لا تحس ان انت مدين بالولاء لأي اشخاص يدعي انه كان سبب في لحظة اللي تعلن فيها قدومك او رجوع العلاقة رجوع الارتباط بينك وبين الشريك في هذا الكرت بتشوف ان هني على طول يظهرون كثير من الاشخاص من العدم يحاولون ان يقولون والله احنا كنا سبب احنا الاسبوع الماضي تكلمنا مع شريكك ولذلك صار كذا كذا ابدا كأنه محتاج ان تعطيهم ظهرك وتكون مستقل مستقل في شروطك مستقل في تفكيرك مستقل بما معنى ان ما تخلي كلامهم يؤثر على ردة فعلك تجاه الشريك او تجاه حياتك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة